اكد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان التاريخ العسكري سيظل يذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة الابطال الذين حملوا الامانة المقدسة بكل الصدق والاخلاص والوفاء للمهام التي كلفهم بها الشعب في الدفاع عن امن الوطن واستقراره جاء ذلك خلال لقائه بعدد من اسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية ومشاركتهم الافطار ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لأسر الشهداء ومصاب العمليات عرفانا لما قدموه من بطولات وتضحيات في سبيل امن الوطن واستقرار شعبه العظيم مضيفا ان الاحتفال بأسر الشهداء والمصابين يأتي تزامنا مع اقتراب ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو التي صححت المصار واعادت لمصر قوتها وريادتها وبعد ايام قليلة من الاحتفال بذكر انتصار العاشر من رمضان الذي اعاد لمصر وللامة العربية امجادها وعزتها واليوم فان مصر في عهدها الجديد تدين لكم ولأبنائنا الشهداء بما وصلت اليه من تقدم والظهار فبفضلهم انطلقت كتائب التعمير من ابناء الوطن للعمل والتشهيد يزرعون الحب والامل في النفوس ويغرسون الخير في القلوب شاحدين الهمة والعزيمة معززين في النفوس والعقول اسمى معاني الوطنية وقيمها ومبادئها في ولاء وحسن انتماء لمصر وشعبها ومن جانبهم اكد ابناء واسر الشهداء والمصابين على تقديم عظيم الشكر والعرفان للقوات المسلحة وللسيد القائد العام للقوات المسلحة على ما يقدم لهم من رعاية واهتمام وان عزاءهم الوحيد في فقدان ذويهم هو استعادة الامن والاستقرار واقتلاع جذور الارهاب التي تسعى للنيل من مصر وشعبها حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة